الفتاوى الدينية والمجال العام قبل كده اتكلمت عن محاولة جعل لنا الحياة جزء من الدين في فيديو سابق والنهاردة هنشوف ليه الفتوى بتخترق المجال العام بهذا الشكل هو ده موضوع حلقتنا النهاردة السادة مشاهدين اهلا بكم طبعا بتتبع الجرائد المصرية بشكل دولي اشوف يعني ايه الاحداث اللي بتحدث طبعا منقدم عزقنا مرة تانية لكنيسة سيفينزي سيفين او بتاعة الانبابة لان حصل بعدها كمان حريق في كنيسة او دير في المينيا فربنا يعني اتولى اه الشهداء ويرحمهم اغفلهم وطبعا المصابين ربنا يعفي عنهم وشبه زي المهم ان اه وانا بتتبع الجرائد لقيت اه في اليوم السابع اه ان في حاجة يعني بيبعثوا اسئلة لدرج الفتوى وبتجاوها عليها كمان بشكل اه تلفزيوني يعني صوت وصورة فالسؤال جه عن تقويم الاسنان للاطفال بس الوقت فيه احيانا بتطلع موضات كده اه ما كانش موجودة زمان اللي هي اه من درجة تقويم الاسنان اسنان الاطفال تساعد ما بيجمعوا مع الوقت اسنان رجب على بعضيها فيه فرقات بين الاسنان بتأثر في شكله وبدأ ده نوع من انواع الطب الحديث اللي منتشر بشكل كبير جدا طبقات متوسطة بتعملوا كان الاول طبقات غنية بعد كده بقى عادي بقى اسعاره في المتناول للطبقة الوسطى فبيحاول بقدر امكان زي بيصرف على التعليم زي بيصرف على الحياة الخاصة بيصرف كمان على الطب من ضمنها الطب التجميلي اللي هو من ضمنه اه تجميل الاسنان طبعا النساء فيه حاجات كتير جدا بيصرفوا على التجميل ايضا المهم ان هو السؤال راح لدار الفتوى وطبعا دار الفتوى بتفتخر ان هو مش عارف كان عندهم كم مليون فتوى في السنة يعني بعيدة عن الراجل الشيخ قدم اجابة يعني يعني من ناحية الاجتماعية جيدة يعني انما هي المشكلة ان هو بيرحقها بالحلو الحرام والجواز وعدم الجواز الديني هي دي مشكلة في الموضوع يعني انا انا مع انه واحد دكتورة التنمية بشرية يتكلم في الموضوع دكتور اجتماعي يتكلم في الموضوع واثره على المجتمعات وان احنا ازاي ده بيأثر على مصرفاتنا يعني يتكلم من ناحية اجتماعية ومن ناحية الاقتصادية وتأثيره على الاسر ممكن يتكلم ايه كوضع عين انما هي المشكلة انه يرحقها بالجزء الديني انه هو حرام او جائز انه قال جائز الامور الفقية ما بين الحرام والحلال يعني التحليم او التحليل والجواز ده معنات الحل والحرمة يعني انت بتكلم عن حل وحرمة الموضوع زي ما قلنا موضوع اجتماعي انا كاسرة هو طبعا قال الشيخ قال ان هو ان هو لو في تنمر من الاطفال عليه لان مثلا في فرق من سنانه او سنانه مش عارف ايه وكلام من ده اا وان هو بيستشعر الحرج وده بيأثر على الاحاته اجتماعية يبقى فيه اثر نفسي فالاصر النفسي انت بمكن انما لو فيش اثر نفسي وهو متقبل ومتعايش يبقى حرام او لا يجوز يعني موضوع مش كده خالص يعني هو موضوع من الطالب بساطة اا اكيد الولد حتى لو يعني هو مش يعني مش مستشعر الحرج او التنمر انما اكيد عايز شكله احسن يعني هو اكيد بالتأكيد ان هو عايز شكله احسن بس الرباب مش عايز يرهق الاسرة او كلا بينه هو الموضوع ناجح لبعد اقتصادي وبعد اجتماعي ان الاسرة دي ان هذا الامر لن يؤثر على حياتها اا التانية اا بشكل كبير وتقدر توفر هذا المبلغ لتحسين حياة الطفل مش مش لازم انه هو هيبقى عليه تنمر او عليه ضرر نفسي بس يكيد تحسين حياته لان اكيد اي شخص عايز شكله يبقى احسن زي الناس اللي هي بتصرف على ما انت بقى حنرجع بقى نروح لموضوع تصفيف الشعر او الستة تروح للكوافير ما اكيد الحاجات دي مكلفة اا والجواز وعدم الجواز نفترض ان شخص مش مستشعر الحرج بس هو اللي هو معاه فائد مالية اا يقدر يستغنى عنها ويصرف على الشامبوهات بقى ويصرف على مش عارف اا شعره ايه ولو هو مسلا عنده شيء في الشعر يصرف على السبغة كان حد قال لي ما تسبغش انا ما بسبغش على فكرة شعر او انا اصلا ما بهتمش قوي بالمظهر العامل انا يعني يعني مش مهتم يعني ساعة الوقت يعني مش بعيدة عن الموضوع الاموال يعني وده برضو طمر جزء يعني اا مهم اكيد في الحياة فيه اولويات ولكن حتى بهذا مش الموضوع بهذه القضايا موضوع الوقت اللي ممكن تصرفه على اا او تضحي به في حياة في من اجل اهتمام بايه بمظهرك العامل فالواحد لما يكون طبعا خارج المجال عم مضطر يعني ايه اا بشكل او باخر ليه الشكل انما الواحد بدنا ما عاد في بيته او بتحرك بشكل تلقائي رايح يسر رايح بكزا مش رايح حاجة عامة فبيبقى تلقائي وبسيط زي بيت الناس زي عاما من الناس يعني اصدف الموضوع ايه شخصي الموضوع ايه شخصي لان زي ما قلنا اللي بيصرف على التقويم زي ما قلنا ممكن يصرف على الشعر ممكن يصرف على البشرة ممكن يصرف على ما عرفش ايه الحاجات دي كلها فالموضوع ده ما فيهوش ايه لان فعلا القرآن قال لو قد فصل لكم ما حرم عليكم فكرة ان الفتوى تسيطر على المجال العام وعايز يبقى كل حاجة فتوى ما فيها التجميل وتقويم الاسنان زي طبعا لأسف الشريس الشيخ الشعرامي لما حرم حرم نقل اعضاء ومش عايز اقول دلوقتي في ظل تطور حديث ملايين الناس كملوا عمرهم عشرين وتلاتين سنة عن طريق نقل اعضاء واللي هو دلوقتي بقى الناس ممكن تتبرع بقرانيتها وتتبرع ما عرفش ايه بعد بتموت فاصبح ممكن النقل القرانية ونقل ما شابها زي اه طبعا في حاجات سلبية وممكن يبقى فيها تجارة اعضاء في النص تحولت عليكها مش تقفل الفصل عشان فيه حالة بلتاجي يعني قصدي موضوع مش ايه اه مش كده يعني فانا قصدي ايه اه زي ما طلع خبر مرة ان هم عايزين يفصلوا من في الجامعة يفصلوا من الولاد والبنات ويخلوا تلات يام اه ولاد وتلات يام بنات علشان ايه الحادثة بتاعة تنيرها بتاعة جامعة منصورة او الحادثة بتاعة جامعة الشروق مش هده الحل مش هده الحل ان حصل حادثتين ثم من رغبة تتضام الجامعة وفاصل بين البينات والولاد في الجامعة طبعا انكروا يعني كان انتشر على السوشيال ميديا مثل هذا الكلام وسبب طبعا النور صحيح لانه غير منطقي انه كده هتحاول لطلبان اه تعمل توعية تعمل كذا تعمل كذا انها مش تعمل فاصل بهذه الطريقة اه انا قصد الشاتف الموضوع يعني انه هو فكرة سيطرة الفتوى على المجال العام بما فيها امور التجميل بما فيها امور الحال خاصة بما فيها امور كل هذي الامور لا هذي الامور اجتماعية وشخصية جدا ومش انجاز الفتوى انه يعمل نصف مليون فتوى والناس تروح للفتوى عشان كل حاجة عشان يجمل اسنان ابنه او عشان تعمل شعرها او عشان مش عارف يعمل ايه طالح حاجات حديثة كتير او كنا بنكلم على نقل اعضاء اللي شيخ الشعراوي حرمهم اه وزي ما قلنا دلوقتي نقل الكلا لان حتى الكلا غير الكابت غير الكلا الكابت بيستطيع ان هو يعود الاجزاء النقصة ففي ناس كتير جدا وبقيت روح تتعاليك برة احيانا مش عايز نقول في الصين وفي دول اخرى ويكملوا اعمارهم عشرة سين وعشرين سنة وكان ربما لو خدوا فتوى الشعراوي كان زمانهم انتهوا وانتهت اعمارهم فانقصدي دخول الفتوى في الطب وفي الحياة الخاصة وفي التجميل ده بالشيخ جيد لا اه انا كنت اتمنى ان الشيخ يقول انتم اعلموا بشؤون دنياكم وانه لما يجيلوا سؤال زي كده يقول لهم يا جماعة الموضوع نسبي حسب كل شخص وهو اللي قدر يقدر ظروفه وهو اللي قدر يحسم قراره واستفتي قلبك ولو افتاك الناس وقفتوك ده اللي تقال مش يقول رأيي شرعي مش يقول رأيي شرعي او رأيي فقهي بالوجوب او بعدم الوجوب او بالحلال او بالحرام يعني فكر سيطرة الفتوى على المجال العام بهذا الشكل هذا امر يعني غير محمود وغير جيد وغير اه مش انجاز يعني ان احنا اعمالنا نص مليون فتوى وخلي باكم الناس بتروح وعايزة فتوى فيك جوزوا في الطلاق فمش عارف ده استمرت عليها يعني يا جماعة في قانون وخلاص الموضوع منتهي ما تسأل محامي يعني ما نقصد الموضوع فيه احوال شخصية اختلف نتفق معاه اه فيه بنود بنود بنحاول نغيرها موضوع الطلاق بنحاول نعقده يعني امور كثيرة جدا وكلمنا عليها قبل كده لان زي ما قلنا المجتمع وتغيراته اه مش ما يحتاج كهنة انا على فكرة لو الشيخ بتكلم بشكل اجتماعي ما قالش كلمة جواز او عدم جواز حلال او حرام اه اقبله كواحد حكيم وهو قال رأي حكيم يعني هو قال رأي حكيم بشكل ابو اخر يعني انه فيه بيتكلم عن اعراض النفسية وتنمر وتكلم عن واقع مجتمع ان احنا منشوفه بس حتى لو ما فيش تنمر حتى لو ما فيش كزا هو عايز شكله احسن زي قولنا بيتم شعره أو بيتم بجسمه أو بيتم باي حاجة يعني وزنه بيروح جيم مش سايبين حاجة ما بيتكلموش فيها شيو زي ما قلنا زي ما اتكلموا عن الاثار قبل كده في حلقة من الحلال يا جماعة لا يعني زي ما قلنا ما تخلوش الدين يسيطر على مجال العام وهي دي مشكلتنا مشكلتنا مش خالص مع الصوم والصلاة والتعبد والحج ما فيش اي مشكلة من اي طيار علماني او حتى طيار الحادي بره في العالم الغربي او في العالم الشرقي على اداء الناس لصلاوتها وعباداتها زي بقولوا انهم بيحربوا الدين حربوا الدين في ايه انها مشكلتك انت عايز تفرد ريك على المجال العام وتسطر على المجال العام والناس كلها في حياتها الخاصة تروح للشيخ تسأله عايز يجيب مروحة يسأل الشيخ عايز يجيب تكيف يسأل الشيخ عايز يجيب تصفر يسأل الشيخ عايز يجيب بيش عارف عن طريق يسأل الشيخ عايز يعمل السنان ويسأل الشيخ. عايزي البدل يسأل الشيخ يا جماعة في ايه? نحن يعني عصدي انا اتمنى ان المركز الفتوى يعني مليون سؤالة اللي جولوا دول يعني مش عايز نقول لك يعني تسرعة وتسعين الف منهم? يقول لهم انتم اعلموا شؤون الدنياكم. بدأ ما يسألوش في حاجة ايه تفصيلية قوي? عن زكاة المال اللي اتفاحها ازاي? عن زكاة الزروع? عن ما عرفش عن حاجة تفصيلية قوي? يبقى ازا ايه? اه ده اه استفتي قلبك ولو قفتك الناس وقفتوك. ما تسأليش عن كل حاجة اتصور وما تصورش اعمل ولا ما عملش. كل هذه الأمورها شخصية وحياتية الناس من حققها انها اه يعني تفتل نفسها. وتفكر نفسها وتاخد قرارها لنفسها. تتعود تاخد قرار. بالمشورة بقى داخل الاسرة. اه تسأل حد نفطر انت بتأتصق في في حكمته? اعمل كزا ولا ما عملش كزا? ادخل الوقت جامعة خاصة? ولا ما دخلوش? طب كده بقى ظلمت اخواته ولا ما ظلمت همشي? ماسألش شيخ. ماسألش شيخ? اسأل واحد يعني له خبرة في الحياة ربما يعني اه استفيد بوجهة نظر. يعني ده بشكل عام اه هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. ارى عجب الفيديو اشترك في قناة مش مشترك. اشترك في القناة. شكرا جزيلا من قناة في حلقة لاحقا.